السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعلم في الفيديو ده ازاي نعمل generate the qr code في الباور اس. هنستخدم معنا بتاع ال qr server. هنلاقي هنا url. زي ما احنا شايفين بنعمل باص للديتا بتاعته. والكلمة اللي احنا عايزين نعمل لها generate the code بتاعه. يعني لو جينا هنا هغيرنا الكلمة هيتغير قدامي ال qr code بتاعه. كمان ممكن نباصل بتاع الامج ونتحكم في حجم الامج اللي هتظهر قدامنا لل qr. طيب نيجي لل power apps. هنعمل create the screen. هنزل امج. لو جيت هنا في الامج بروبرتي هتدي له ال qr server اللي انا محتاجه. هحدد الصيز بتاع الامج بتاعي. مسلا تلتمية في تلتمية. وهقول له and data equal example. كده هو عملي generate the qr لكلمة example. طيب انا مش عايزة اعمل كده بس. انا عايزة اعمل لو انا عصلا كتبت تيكست وعملت generate هيعمل لي generate the text اللي انا كتبته ده في هي ال qr code. هاجي هنا هعمل insert the text box. هسميه ال qr text box. وهعمل آآ button اسمه generate لل qr code. كل اللي هعمله انا عاوز اعمل باص الكلام اللي مكتوب في التكست بوكس ده للامج. طيب هو في البداية في البداية الاب عندي طبعا مش هيكون مكتوب حاجة في في التكست بوكس ده. فممكن اعمل اجي هنا في generate qr. اعمل له variable اقول له set اسم ال variable بتاعي. وليكن ال qr data اللي هيبصيها اليوزر. وهياخد الكلام ده من من التكست input بتاعي ده. طيب انا كده خلاص عملت ست للكلام اللي اليوزر حطه في التكست بوكس معي في variable. هبتلي استخدمه في الامج بتحتي. بدل ما هنا على طول انا بعمل لها باص لكلمة example لل اي بي اي وبيجيب ال qr بتاعه انا هعمل اف كونديشن. هعمل التشيك على ال variable اللي انا عملت له ست من التكست بوكس بتاعي. لو هو مفيش فيه تكست او بلانك. هقول له ال data اللي فيه example وهيجيبه من ال اي بي اي بتاعي. طيب لو غير كده هياخد نفس اللي اللي بجانريد بيه ال qr كود من ال اي بي اي ال qr سيرفر. وهقول له مسلا اه ال data بتاعتي equal. هعمل كونكاتينت للسترينج مع ال variable اللي هو هنا ال qr كود اللي انا عملت له ست في البطن. كمان ممكن احدد برامتر كمان ان انا احدد مسلا ال size بتاع ال image اللي تظهر قدامي. هاجي هنا بعد دي هقول له size equal حسب من تعاوز حجم الصورة بتاعتك اللي تظهر فيها ال qr كود قد ايه. مسلا هنا انا هستخدم تلتمية في تلتمية واعمل له and عشان يعمل كونكاتينت مع ال data. طيب لو جد دلوقتي رانيت الاب. في البداية هلاقيه واخد ال qr كود قدامي اللي هي بتاع كلمة example. لو جد هنا عملت في التكست بتاعي كتبت وليكن اسمي مسلا هبة وعملت generate لل qr لقيت عمل ال qr كود بتاع اسمي. لو غيرت باي حاجة هي generate ال qr كود الخاص بالتكست اللي انا كتبته. شكرا السلام عليكم ورحمة البركاتب.